في الأوقات اللي بيكون فيها العائد المادي لمشاريع الانتاج الحيواني ضعيف لازم عليك تبحث عن بدائل جيدة للأعلاف بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لا يخفى على أحد المشاكل اللي بتواجهها حاليا مشاريع الانتاج الحيواني في السوق المصري واللي لازم ملابد عليك كمربي انك تبحث عن بدائل وحلول لهذه المشاكل وأكبر عائق عندنا واللي بيمثل حجم كبير جدا من حجم الانفاق على مشروع الانتاج الحيواني هو الأعلاف واللي لازم أنه لابد عليك أن تبحث عن بدائل جيدة ذات جودة مرتفعة لهذه الأعلاف وده لتخفيض النفقات وزيادة المكسب المتوقع وأشهر هذه البدائل والمعروف بشكل كبير جدا هو السلاج واللي ممكن أنه يحل محل جزء كبير جدا من العلف إذا ما كان عالي الجودة وتم إنتاجه بطريقة صحيح فإحنا عملنا لكم تقرير بسيط كده عن السلاج وكيفية تصنيعه وكيفية الاستفادة منه أقصى استفادة السلاج باختصار هي محاصيل خضراء يتم حفظها عن طريق عملية التخمر وده بيتم بعزلها عن الهواء وعملية تحويل الأعلاف الخضراء إلى سلاج بيلزمها أماكن معزولة عن الهواء وهذه الأماكن بتسمى الصوامع أو المكمورات أو السيلو والسلاج بينضج في المكمورة عادة خلال 30 إلى 40 يوم وهذه المدة تتوقف على نوعية النبات المستخدم في عمل السلاج ويستخدم السلاج للمواشي كعلف سهل الهضم ومرتفع القيمة الغذائية ده كمان من الممكن أنه يحل محل جزء من العلف المركز وفي بعض التجارب تم إحلاله بطريقة كلية محل العلف لكن ده طبعا قلل معدل التحويل ولكنه أيضا قلل المصرفات ولازم تاخد بالك أن حفظ الأعلاف الخضراء عن طريق السلاج له مميزات إذا ما كورنت بالتكفيف كحطب أو دريس وهنداي أن من أهم المميزات السلاج أن له كمة غذائية جيدة فهو أخضر اللون وكمان رطبته رطوبة طبيعية وإحدى مميزاته المهمة هو الحفاظ على البيئة وده لأننا بنستخدم المخلفات الزراعية كمان السلاج صحي ويحتوي على الكثير من الفيتامينات وده لأنه أقرب إلى العلف الأخضر الطازق كمان عملية السيلاجة تقلل من هدر المواد الغذائية بشكل كبير لأن نسبة الهدر في عملية السيلاجة لا تتجاوز 5 إلى 10% من محتوى الأعلاف الخضراء وده مقارنة بنسبة الهدر الكبيرة جدا في حالة التكفيف في الأرض واللي بتصل إلى 40 إلى 50% كمان من مزايا هذه الطريقة أنها بتمكنك من تخزين العلف الأخضر حتى ولو كانت الظروف المناخية غير مناسبة للتكفيف وكمان عمل السلاج بيتطلب أماكن أصغر للتخزين وحجم عمل أقل والمخاطر الموجودة في الحطب الجاف زي الاشتعال الذاتي وأخطار الحريق اللي تكاد تكون معدومة في السلاج طيب ما هي الطريقة الصحيحة لعمل السلاج إزاي نحصل على سلاج سلاج حقيقي وليس مجرد علف أخضر مخزن كتير من المربيين بيقوم بكمر الذرة أو غيره من المحاصيل التي تدخل في استخدام السلاج مدة بسيطة وبيفتح عليه بعد 10 إلى 15 يوم وطبعا الكلام ده غير صحيح على الإطلاق أو بمعنى آخر ده كده مش سلاج ده يعتبر مجرد علف أخضر مخزن طيب تمام قولينا ازاي نعمل سلاج بطريقة صحيحة ونحصل على سلاج عالي لجودة أولا بتقوم بعمل حفرة عميقة من أعلى إلى أسفل باللودر أو بالجرار خطوة تانية بقى ودي المهمة أنك بتقوم برص بلوكات الطوب الأبيض كأرضية للحفرة مع جعل مسافات بينية بسيطة بين البلوكات وده علشان تعمل كمصفاه لنزول السوائل وتصربها إلى الأرض ولابد من التنبيه على عدم فرش غطاء بلاستيك أسفل السلاج حتى لا يؤدي إلى التعفن وده علشان يتوفر كمية هواء تكفي فقط لرفع درجة الحرارة من 28 إلى 38 درجة مئوية وهي درجة الحرارة المناسبة لعمل بكتيريا اللاكتيك بعد كده يقطع المحصول ويفرم إلى قطع صغيرة مع الحرص على القمر مباشرة بعد جمع وتقطيع المحصول على أن يكون المحصول في الطور اللبني بحيث تكون المادة الجفة من 30 إلى 35% وده علشان يتوفر النبات على السكر اللازم لعملية التخمر ويفضل تقطيع المحصول بالكزان وده لرفع قيمته الغذائية مع العلم أن مش بس الدرة اللي ممكن يتعامل سلاج لا كتير جدا من المحصيل الزراعية ممكن يتعامل سلاج زي البرسيم والفول وغيره من المحصيل بعد كده بيتم كابس الكومة بالجرار كابسا جيدا لإخراج الهواء من الكومة كما أنه يمكن استخدام بعض المنتجات التي تستخدم في إنتاج السلاج والتي تساعد على تقليل البي اتش بعد كده بيتم التغطية باغطاء بلاستيكي قوي والتغطية بتكون بطريقة محكمة وجيدة تمنع مرور الهواء إلى داخل الكومة وإذا كان كمية المحصول اللي أنا هعملها سلاج كبيرة فأنا هقوم بتوزيعه إلى كميات مقصمة كل كومة تحتوي على كمية تستهلك في مدة شهر ولا يتم فتح الكومة إلا بعد مرور 30 إلى 40 يوم وده لضمان اجتمال عملية التخمر وتكون السلاج وبتفتح الكومة عكس اتجاه الشمس وتأخذ كمية السلاج وتكون من خلال فتحة صغيرة جدا ويعايد تغطياتها مرة أخرى طيب هناك بعض الأشياء اللي لابد من الانتباه إليها أثناء استعمال السلاج أولا يجب التدرق في إطعام الحيوانات من السلاج وده لضمان عمل البكتيريا النفعة لضمان تأقلم الكرش كمان لازم لابد تهوية السلاج قبل الإطعام ويجب الحذر عند فتح المكمورة أو إزالة الغطاء عنها وذلك الاحتمال وجود بعض الغازات السامة على سطحها العلوي زي غاز ثاني أكسيد الكربون أو بعض أكاسيد نيتروجين كمان يرى عدم إزالة الغطاء إلا بالقدر الذي يسمح فيه بإخراق كمية محدودة من السلاج وده حتى لا يؤدي إلى دخول الهواء وتعفن السلاج ويفضل التغطية مرة ثانية عند الانتهاء من أخذ كمية السلاج المخصصة لتغذية الحيوان وده تفاديا لعدم ضياع القيمة الغزائية ولازم تخذ بالك أن الحيوانات التي يقل أعمرها عن ستة أشهر لا يتم إطعامها سلاج كمان الحيوانات الأشار وحيوانات الفصلة الخيلية زي الحمير والأحصنة والأمهار يمنع أيضا إطعامها من السلاج وأثناء إطعام السلاج يجب إضافة بعض الإضافات إلى خلطة العلف زي إضافة بيكربونات السوديوم والبنتو نايت فيما يعرف بالطفلة وده لتقليل الإصابة بالاضطرابات الهضمية والتسمم وفي حالة عمل سلاج من النجيليات يتم إضافة مصدر كربوهايدراتي زي الدرة أو الملاس طيب إزاي أن هعرف أن السلاج بتاعي زوجودة مرتفعة السلاج الجيد له بعض المميزات أولها أن تكون نسبة الأمونيا لا تزيد عن 8% وكمان درجة البي إتش تتراوح بين 3 و 6 من 10 إلى 4 وكمان من علامات جودة السلاج أن يكون لون السلاج قريب من اللون الطبيعي للمادة الخضراء أو بني فاتح كمان يمكن الحكم على السلاج بالعين المجردة ده طبعا بالإضافة إلى بعض الاختبارات زي نسبة الأمونيا والبي إتش وغيرها أن تكون الأوراق والسقان محتفظة بحالتها الجيدة مرة تانية حابيني نبه أن السلاج لا يتم الفتح عليه إلا بعد مرور 30 إلى 40 يوم مع العلم أن كتب التغذية بتقول أن التخمر الكامل بيتم خلال 53 يوم كده احنا تكلمنا عن السلاج وعن كيفية تصنيعه وإزاي نقدر استفيد منه وإزاي أنا أدخله محل جزء من العلفة إن لم يكن أغلبها شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته